اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اياحة طبعا الشهر الكريم والشهر الفضيل وشهر الخير زي ما بنسميه كلنا طبعا ما نقدرش نستغنى فيه عن موايد الرحمن موايد الرحمن من ظواهر الخير اللي موجودة في شهر رمضان واللي ارتبطت بيه اختلف المؤرخين عن بداية ظهور موايد الرحمن في منهم اللي قال انها ظهرت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي منهم اللي قال لا دي ظهرت في عصر احمد بن طلون ام اقولها تانية قالت ان هو ظهر في عصر المعزل دين الله الفاطمين تعال انا بقى اقولك اصل الحكاية كان فيه وفد جاي لمصر من الطايف الوفد ده كان لسه داخل الاسلام جديد وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حريص جدا انه يبعت للوفد ده الفطار والسحور مع بلال ابن ربح وبعدها الخلفاء الرشدين اتخذوا للرسول قدوة في الحتة دي واستمروا عليها وعمل عمر بن الخطاب دار ديافة كبير قوي للصايمين ظهرت بعد كده اول مائدة رحمن اتعملت وكانت في عصر احمد بن طلون سنة 880 ميلاديا وكانت اول مائدة رحمن اتعملت وكانت في السنة الرابعة من ولايته وقال للناس ان المائدة دي هتفضل مستمرية طول شهر رمضان بلا انقطاع ولكن للأسف مع مرور الوقت اختفت وظهرت بعد كده في عصر المعزل دين الله الفاطمي لما عمل مائدة افتار كبيرة قوي في شهر رمضان عشان يفطر فيها اهل جامع عمر بن العاص وكان بيخرج كل يوم 1100 ادرة من انواع الطعام المختلفة للمائدة دي وبتتوزع على الفقرة وكان طول المائدة دي حوالي 175 متر انتو متخيلين طولها كان قد ايه كانت كبيرة جدا وبعد كده بدأت تقل موايد الرحمن في عصر المماليك وعصر العثمانيين بسبب الحروب اللي كانت بتمر بيها البلاد وظهرت تاني في عصر المماليك وكانوا بيخصصوا جزء من املكهم عشان يصرفوا بيها على موايد الرحمن دي في شهر رمضان ومنهم السلطان حسن بن قلون اللي عمل وقف عشان يشتري بيه اللحوم والخضروات وكل مستلزمات الطعام عشان يعد الطعام لموايد الرحمن دي طول الشهر الرمضان الكريم ومنهم السلطان حسن بن قلون اللي عمل وقف عشان يشتري بيه الرز واللحوم والخضروات وكل ملاق مستلزمات الطعام اللازمة عشان اعداد مائدة الرحمن طول شهر رمضان الكريم وكان الحكام بيهتموا جدا بموايد الرحمن وكانوا بيعملوها في صحات الأسور عندهم وكمان في الشوارع العامة وكانت بتستمر طول شهر رمضان مهما كان حجم المائدة ومهما كان عدد المترددين عليه وفي عصر الملك فاروق تم إحياء مواقد الرحمن الملكية وسموها مواقد الرحمن الملكية مرة تانية وكان عاملت مائدة رحمن كبيرة جدا داخل الساحة بتاعة أسر عبدين وطلب كمان من المحافظين إن هم يعملوا مواقد رحمن في كل محافظة تابعة لكل مدرية وكانوا بيعملوا صرادقات كبيرة قوي في مراكز إمبابة والجيزة والصف والحوامدية والبدراشين ويقروا قرآن لحد الفطار لحد قبل أزان المغرب وبعد كده يعملوا مواقد رحمن ملكية ونحط تحت ملكية دي مليون خط للفقرة نيجي بقى لأشهر مواقد رحمن اتعملت في مصر أول مائدة رحمن كانت بتاعة مسجد الأظهر الشريف تاني مائدة رحمن كانت بتاعة مسجد الفتح اللي كلنا طبعا عارفينه تالت مائدة رحمن وأشهرها كانت مائدة رحمن مسجد مصطفى محمود في القاهرة ومائدة رحمن بتاعة السيد البدوي في طنطة كمان مائدة رحمن مسجد عبد الرحيم الإناوي مش بس كده ده كمان كانوا بيبعتوا الوجبات لحد البيت لكبار السن أو الناس اللي ظروفهم ما تسمحش ان هما ينزلوا مواقد الرحمن ده غير اننا طبعا المعالم اللي بنشوفها في الشوارع أو الظواهر بتاعة ان فيه شباب كتير قوي بتتطوع ان هي توزع الطمر وتوزع العصير وتوزع الميا على الناس اللي مره في الشوارع والعربيات وقت الفطار وده من الملامح اللي لسه موجودة دلوقتي كتير قوي في شوارعنا والخير اللي موجود في شباب مصر وكمان اتعملت أول مائدة رحمن قطية سنة 1969 ميلاديا واللي نظمها القص صليب متى سويرس راعي كنيسة ماري جرجس واللي تردد عليها عدد كبير قوي من المسلمين وكمان الأقباط مع بعض وده يأكد على وحدتنا الوطنية والإنسانية منذ التراس الرمضاني القديم اللي عايزين نقوله ان سواء هي بدأت في عصر أحمد بن طلون أو في عصر المعزل دين الله الفاطمي الى انها فكرة مصرية خالصة جدا يعني من اختراع المصريين في أي عصر من العصور أين كان المصريين دايما بداية كل حضارة والمصريين دايما بداية كل خير وكل قصة بتحصل في التاريخ استنوني وسر جديد من أسرار التراس الرمضاني في إياحة